بسم الله دي ورقة بتوضح اهم الوصائق الموجودة في المشروع اهم حاجة نبدأ منها اللي هي Employer's Information Requirement او EIR ده بنوعد مع المالك ونشوف ايه الحاجات اللي هو عايزة في المشروع زي مثلا اللي في الوقتفينيشن التريننج لو عايز نضرب الناس لو عايز نتأكد من موضوع collaboration هتعمل ازاي الملفات هستلمها ازاي طريق التبادل للملفات البرامج اللي هيشغل عليها البيم تندر الرولس من اهم الوظائف الحاجات ده بنبنا نكتب ال EIR ومن خلال EIR ببدأ اعمل بمكسوشن بلان مبادئية قبل ما منضع العقد ناخد بعض المعلومات من EIR زي ما تشايف ممكن ناخد مثلا ديت ناخدها معنا في قلب المشروع بحيث ان احنا نعمل منها البروجيكت وبعد ما بنعمل اول ما بنمد العقد بنعمل بوست كنتراكت ونحط التفاصيل اللي كانت موجودة في اول مرة يعني في بعض الحاجات كانت موجودة في البري كنتراكت زي الانفروميشن منجمت وفي بعض الحاجات ما كانت موجودة زي مثلا الكوردناتس هنبدأ بقى ان هندخل في التفاصيل ونكتبها في البوست كنتراكت بيبقى تقريبا ضعف عدد الورق بتاع البري كنتراكت يعني بري كنتراكت بيتبقى حاجة محتاصرة لانه ممكن ما يسكرش عن عقد فباش لازم اكتب بقى اسام الناس وابناتهم وانتريفوناتهم انما ما دام البوست كنتراكت خلاص الكنتراكت خلاص المدى ابدأ اعمل بقى ببوست كنتراكت مفصل واكتب فيه كل الحاجات اللي هتفيدني خلال المشروع وفي بعض المعلومات انا بخدها في البيم بروتوكول زي مثلا زي مثلا الستاندرد بابدأ حطها معي في قلب البيم بروتوكول